السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حلقة جديدة من قناة احمد توكسس جيمينج احنا نهاردة نلعب لعبة ماينكرافت الجزء التلتاشر طبعا ان شاء الله هنعمل حاجات كتيرة النهاردة ولكن شوفوا توكسس نايمة 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 فيالله بنايت توكسس نايمة دلوقتي وبرضو اللعبة مع اللقه مش عارف ليه طبعا ياساطير اللعبة مع اللقه وعندنا اسامي جديدة في جدار المتابعين طبعا توكسس صحيط من النوم ويلا نام تانية توكسس طبعا ان شاء الله هحاول اعمل الآلة التطوير طبعا مش عارف بتتعامل بزاي بتتعامل بزاي بتتعامل بزاي الكتاب لان توكسس روحت جمعت لنا قصة بسكر كتير ولكن بصوا القصد الورق بقى بتعمل ازاي ايوة كده الورق بتعمل بالطريقة دي فتمام ماشي ماشي طبعا عملت أوراق وانا دلوقتي هحشوف الكتاب بس بتعمل ازاي عشان يعني دي هي بس مهم مهم نجيب الكتاب احنا معنا طبعا اسمها الأوبسيديا ثلاثة ورق و جلد التوكسس معها ثلاثة جلد فعمل لنا بوك وفين الأوبسيديا اللي معاكي طبعا تكسس يعني جمعت من البابل ثلاثة اوبسيديا جمعه كان معها ستة دايموند فهتخل منهم اثنين واربعة اوبسيديا وهاتيهم يا توكسس هاملها وهنعمل لها غرفة ان شاء الله مخصصة مخصصة ديها هتكون بصوا يا صغير تستانية واحدة يا توكسس طبعا توكسس عملت كتاب وعملت آلة التطوير فتعال يا توكسس اتاني لازم نبنيها غرفة مخصصة زي غرفة آلة التطوير هتكون هنا اعتقد هتكون غرفة صغيرة فمحتاج شو بالجديد فلازم نعمل شو بالجديد ديوقتي فرأيكم في البيت يعني بعد التطويرات بناء الاستابل وبناء المخزن وبناء غرفة النوم طبعا لازم نبني ان يلا توكسس نحط فيها السلائل ولكن شوفوا قطة النوم وده بسيطة جدا فكل واحد يجيت سريره طبعا توكسس جابت سريرها وانا على فكرة معي حاجت يتير فالشيستة عندي هنا والمخزن مش لسه دلوقتي مش عارف ليه محطيتش بي حاجه فبصوا انا معي ثلاثة جلد من امتى ده فخليني احط كده وده وده ايه تاني السكر ده حطوا وده شيلوا شيلوا شيل السور كله قصة مش محتاجوا دلوقتي وقت ما محتاجوا هرجع لها تم مرة تانية واللابس هخليه في تشيست جمع غرفة التطوير واعتقد لازم افضي شوية اماكن كده ففضيت اماكن فضيت اماكن فضيت اماكن يعني فوتوكس اس ما هستك من الجولد ناجت جمعاته من النظر طبعا فبصوا بقى انا كنت عايز اعمليه دلوقتي اه شوبل شوبل تمام هندوس عند البحث دي شوبل ايوه تمام فحفور بالشوبل وتوكس اس معها اثنين جلد اوه اكس دايموند تمام معها اكس دايموند معها اكس دايموند انا معيش لسه لان معيش غير اثنين دايموند لسه كان عدد حل وماشاء الله فبصوا هنحط كده ايه هتكون غرفة التطوير السغيرة وحجمها يكون مناسب يعني فطبعا نتعال يا توكس اس عادينا في الحفر عشان نحط قلد التطوير ونتطور طبعا لازم برضو نعمل حاجات ومحتاجات كده رأيكم رأيكم في التعليقات ولازم اجيب دارت او خشب يعني بدل البتاع دي كده سمجز خشب 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 نعمل الادوات وطلعني بقى فوق كده توكسس شيلينتي بالشبل وانا نحط بقى الارضية دلوقتي والاعتقد الارضية تكفي تكفي جدا فتوكسس لو تعرفي تحطي معانا خشب يبقى خير حاجة كويسة فأنت التطوير فيها توكسس طبعا توكسس لا مش عايدين فهات ده وشيل الخشب اللي خطتها بالقلط دي وما تقول دينا حاجات غريبة جدا جدا خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة تفت على اخر واحدة فكده هتكون غرفة التطوير طبعا هنعمل لها باب في الحتة دي كده طبعا هيكون لها حيطة طبعا دي الاكتر حاجة هتتعرضنا فيها فالخشب الحمد لله يكفي فتوكسس اعمل لها كده فانا هعمل كده ببطي بالطبع البيت اعطا كده تبقى لازم على نفس الافتفاع بدا اسمه ايه الخشب يعني فمحتاجين سلابات بالهبل ياسطير فهات خشب يعني بسيط لان احنا مش محتاجين قوي فكده محتاجين سلابات اوك انا اعتقد معي كتير انا حطتهم في التشيست طبعا انا ازاق مش عارف لي حطتهم في التشيست وتوكسس بتقولينا لقينا واحد تريدور كده غريب فهين السلابات 24 سلاب يا رب يكفوا يا رب يكفوا السلابات دي فهين الله بينا اطلع فوق اطلع فوق و اطلعت فوق اخيرا كده كده السلابات مميزة طبعا توكس اس لو تعرفت عملي الساب زايدة فيها توكس اس معها تلات خشبات كده اوه لا محتاجين واحدة بس عشان خلصها فاجيب والخشب برده عندنا فنحفظ الشجر ده طبعا توكس اس تقولينا يخد الشجر احنا بنعمل حاجات ملمة دلوقتي فلا مش محتاج في النحية دي فروح هنا وعمل لي السلابات طبعا هاتي السلابات كده تمام محتاجين برضو خشب بالهبل كده مثلا يعني عشرين او حاجة كده اثنين وثلاثين حلو تمام اثنين وثلاثين اعطوك دي كفو ث apologies حط الطرطة تانية ماشي حطيه احنا مش نقول ها دلوقتي فقطا ترفيس احط طرطة تانية مش عارف ليه الترفيس شكلت ست ها طوى هتحتفل لسه نقضيطه بالاحتفاظ فالله بنا لديه HAS قم بالزل لديه ستون مش عارف وبل discussed لديه ويا دلت وبس كده شيرت كده ووووووووو طبعا انا مقصوط انا كمان ويلا بينا اا اربعا كده مسلا اعتقد في غلطة ولا منفيش لكن اعتقد ان هناك غلطة كبيرة دازم اشيل كل ده فتوكسس اما تعمل حاجات غريبة بتقلينا حاجات شي ايه طبعا توكسس مانفوطة بل اسم ايه اخطن غلطة كبيرة احنا هم نهضي الوقت لكن دازم تبقى كده ايه كده تمام كده كفن مص تقريبا الخشب اللي معي وفيه توكس اس طبعا توكس اس رجبت حصانه وجريت بيه فمش عارف ليه فشوفوا الاسطير كده وده الباب عادي يا توكس اس مانت بتمشي بالخوصان كل شوية مش بقولك حاجة فتوكس اس مبسوطة جدا بالخوصان فقلولي رأيكم كده في غرفة التصوير ومحتاجين بوكشلفات بالهبل فتوكس اس مبسوطة جدا بالتجميع الادوات في القرية اتتتتتا بعمل اللاعبه عماله المعلق يو فطير فمش عارف ليه 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 اللاعبه كده فحطت بلوكة زياده للاعبه وعمل اعتقد انا اللاعبه فاللاعبه عم معلقه جدا والتليفون بيقول لي ماينكرافت لا يستجيب ولكن لا هنكمل يا فطير هنكمل نتيش مشكلة اللعبة معلقة موت يا سطير ومش عارف هيعمل ايه فيها اللعبة دي اللعبة جنينة العالم كلهم في التعليق وطبعا توكس اس ماشي في القرية يمين وشمال ومش عارف راحت فين يا ساتر يا رب اللعبة عمال اتعلق و اعطاكم دي حاجة غريبة جدا يعني ان هتعلق كده اخيرا اخيرا دكتور التعليق طبعا تعليق توكس اس بقا عايزين نعمل نحط بقا الت التطوير طبعا كو شوي عادي قولي ماينكرافت لا يستجيب وللأسف يعني اللعبة ما تعلق فهات وشيل ديرت دي اللي انا وقف عليه فا اتمنى ما تعلق شي تاني بقا فهات الايرون شوبل اتمنى ما تعلق بقا طبعا اللعبة عمال اتعلق و مبهدل الواحد تعليق فا يعني حاجة ضايق جدا الواحد يعني الواحد بالضايق اللعبة تخليه من ضايق اكتر فا يلا بينا اخط بس نشيل بس الستون دي و احط بلالها بلوكة دي فا يلا بينا نطلع فوق يا سطير طبعا تبصه و هنجيب طبعا توكس اس لازم ترجع لنا ويعد بالخصوم في المياه و مش عارفة تعمل ايه فتعلي يا توكس اس تعالي يا توكس اس عشان انتي رايح اتقري عما تعمل حاجات غريبة موت فتعالي فانا اروح لها اتقري يا اساطير و يلا يا توكس اس ووران حاجات كتير و توكس اس علعت من المياه فتعالي يا توكس اس تعالي يا توكس اس طبعا توكس اس يعني عما تروح القرية يمين وشمال بتعملي فيها ايه يا توكس اس طبعا توكسس عما تروح القرية بلا الاهداف مش عارف عتعمال حاجة فيها میں تربكون جاتي حاجاب اهيو هذا خشب بتجمعي خشب طبعا توكس اس حتى تغل علينا الحصان و تطلعي ورجعي البيت بسلام و امان عشان تخطي قالت التطوير عشان دي حاجة من اهداف النهاردة يعني فيلا بينا يا اسطير نروح كده ويلا بينا طبعا حاجة جميلة جدا لما نيجي نعمل غرفة قالت التطوير فيلا بينا نروح هزبط بس شوية حاجات ويلا بينا ويلا بينا نروح عند البيت طبعا البيت بعمل اتعلق طويلة فيلا بينا نشمع المكان خط شموع من هنا وشموع من هنا محتاجين شوية بوكشلف بوكشلف يعني شوية بوكشلفات فهعملي شوية بوكشلفات فهجيب الجلد كل الجلد اللي معي يا جلد يا جلد طبعا معي خمسة جلد تمام جدا خطهم بدل البوكت اللي ملوش تازنا طول حياته ده لا ولا لك هد كده ايوه كده ومعي ممكن دلوقتي اعمل كده بوكشلف دلوقتي اقوم سويني بس اعايز اعمل اسمه ايه بوكش الاول لا 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 حاجة صعبة جدا انه كده فا انا ما دعم معي جلدي لسه فا القصب السكر بص 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 الحركة ده دلوقتي اقدر اعملي ثلاثة بوكش واحد من ثلاثة وفين البوكشلف اوه محتاجين خشب تمام محتاجين خشب دلوقتي لعبة اعمالة تخنيج ومش نستحمل اللعبة دي لعبة غريبة جدا جدا ماينكرافت تعلق عندي بشكل غير طبيعي ويمكن انا اللي عندي في مشكلة عندي مش اللعبة فا اكس اس انتي فان فلعبة عمات علق يا سطير وانا مش عارف عامل ايه وحاجة غريبة جدا 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 فطير مش عارف بس اعمل ايه اعمل ايه اخيرا اخيرا واخيرا يعني بعد محططها متعلق وطبعا توكس اس قعدة موجود هنا وفين حصانك يا توكس اس سيبتي ها فطبعا توكس اس مش رادية تقول لنا حاجة واسبتي الحصان ولا لا مش رادية تقول فا مش مهمة بقى نسألها لمادام هي مش رايزة تقول لنا حاجة كده فا بصوا مش هنعرف نعمل كالبوكشيل في واحدة بس وطوكس اس جدت مش عارف في ايه توكس اس بتدور على حاجة وانا مش عارف بتدور على ايه وطبعا اللعب غبية جده مش عايز ستون بكاكس طول حياتي وجا تقولي دلوات يعمل ستون بكاكس فا يلا بنا اخيرا الحمدلله على السلامة يا مينكرافت طبعا اللعب انا مش اللعب قريبة جدا يعني عما يتعلق بشكل كرت فا حط البوكشيلف ففيها توكس اس تعالي حطي والت التطوير عايزة تدور 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 عايزة ايه فا طبعا توكس اس هانا تقولينا حاجات غريبة فا هنشوف هي بتقولينا ايه طبعا توكس اس ااا اا اتلنا حصام بتاعها ضاع فرجعته لها بالسلامة طبعا توكس اس مخطط جدا ان انا رجعت لها حصامها ومفيه شكر انه اللعب بتاع توكس اس طبعا توكس اس مخطط جدا فهتكتب شكر انه اللعب بتاع توكس اس فان شاء الله يعني يلا توكس اس نحط قالت التطوير فلقا توكس اس تقولينا شكر اعتقد كده فقالت التطوير هنعملها طبعا لقيت حاجة مرمية فوق فا توكس اس مخطط جدا باللي انا عملناه فا طبعا لقيت نصف الفيديو للاسف يعني فالخشب اللعب دي قرب ينتهي جدا حاجة عريبة طبعا توكس اس عماله عماله تلعب فا توكس اس حطي قالت التطوير في المص المكان قلت التطوير وان شاء الله ان شاء الله هنبدأ نطور ادواتنا باللابس الحلقة الجاية هنطور ادواتنا وعملنا حاجة كثيرة انا قلت التطوير وطبعا توكس اس حطت كرافت انجلي حطتي كرافت انجلي اعملي تشيست لازم نعمل تشيست نحط فيها اللابس اللاثولي وان شاء الله هنبدأ تطوير الحلقة الجاية ان شاء الله وان شاء الله هنحاول نعمل حاجات اكتر واكتر لان الحلقة دي ما عملناش حاجات كثير وطبعا توكس اس جيبي الا بولك يا توكس اس انا اعمل تشيست او بص توكس اس احنا هنعمل ايه هنجيب تشيست وفلوس اي حاجة في اي حاجة فاعمل لي تشيست فورن هات الكرافتنج افطورة الكرافتنج طبعا انا عملا اقول الكرافتنج وما حدش سمعني كده يس سلام تشيست يعني وقت ما اضغر عليها ما رايهاش فاخيرا توكس اس اعدى بتضحك عليها اصطران توكس اس مبسوطة جدا باللي بيحصل مش عارف ليه فقصدي مبسوطة جدا اعدى بتضحكياني عالشيست فمش عايب يا توكس اس فالله يا توكس اس توكس اس اعدى كوميديا توكس اس كوميديا فان شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ تطوير ونطور مكان اكتر واكتر ولكن اخر حاجة هاملها من الهاردة دلوقتي وهي هحط اسامي في جدار المتابعين طبعا الشيست الشيست يا توكس اس عشان توكس اس ما تتحكش علينا يا توكس اس طبعا هنحط الاسم طبعا اللعبة برضه طبعا ما تعلق هنا لكن هنحط اسمه باسم عبداللمون لكن هنحط باسم بس عشان اسم البيه باسم ماشي والاسم الثاني برو جيمينج روب لوكس برو جيمينج روب لوكس تمام تمام كده اسمين وأعتقد اخر اسم كان ايمش فاكر لكن اعتقدش كان في اسم ثالث واخر حاجة منها اليهاردة هي كتابة اسمها في جدار المتابعين و بس كده ده كان كل الفيديو و اشوفكم في حلقات قادمة من القناة احمد لوكس اس جيمينج و سلام عليكم